سؤال تاني مهم جدا مهم جدا هل وصول وسام أبو علي للنادي الأهلي كمهاجم؟ ده يعني رحيل أنتوني مودست؟ الإجابة من النادي الأهلي أنتوني مودست نسبة 100% مكمل مع النادي الأهلي لنهاية عقده يعني لنهاية الموسم الحالي مش هيمشي في يناير تاني مودست مكمل مع النادي الأهلي لنهاية الموسم ووصول اللاعب وسام أبو علي ده يعني رحيل مودست دول كانوا أبرز سؤالين بعد الصفقة بالمناسبة أنت جايب لعيب أوروبي خالص تاني يعني الأهلي كان جايب أنتوني مودست فرنسي وده أوروبي خالص ليه أوروبي خالص هو من أصول فلسطينية ولكنه مولود في الدنمارك وعايش في الدنمارك طول الوقت ولعب في عندها دنماركية فالموضوع بالنسبة للأهلي كان فيها مفاوضات صعبة جدا لأنه اللاعب كان عايز ياخد خطوات في أوروبا أكبر وكان عنده عرض في هولندا الراجل ده لما سألوه وسام أبو علي نفسك تلعب فين؟ قال أنا نفسي ألعب في ريال مدريد اشتفهموا العقلية بتاعته بعد شوية يكون معي محمد جمال وهيكلمكم كمان عشان على شوية كواليس وشوية أمور فنية عن اللاعب بس هو طموحه كبير ولعب مميز جدا كان أفضل لعب في فرقته الموسم اللي فات خط جايزة أفضل لعب في فرقته الموسم اللي فات أداء رائع وكبير جدا